وفي حسابات النفوذ البديلة كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد عن اتفاق مع اليكتي للفوز بمنصب محافظ كاركوكا وقال إن الاتفاق نص على دخول كل حزب بقائمة وبعد فرض الأصوات تتحد القوائم الكردية في مسعى للحصول على منصب المحافظ مضيفا إن الحزبين سيشكلان صوتا واحدا في كاركوكا وأوضح أن منصب محافظ كاركوك سيكون من حصة الحزب الأكثر حصولا على الأصوات وأن نصيب الاتحاد أكبر من الديمقراطي لذلك سيختار المحافظ الجديد في إشارة إلى ترجحات حصول الاتحاد على ستة مقاعد